أسعد الله أوقاتكم كل خير وأهلا وسهلا بكم متابعينا في فيديو جديد الفيديو اليوم هو الكباب العراقي بالبيت شلون سوي الكباب الشوي ولكن باستخدام الفرن البيتي وصفة جدا سهلة قدمناها مع الخضار المشكل المشوي اللي حابين يتعرفون شلون سوينا هذه الوصفة خليكم ويانا ونشوفوا التفاصيل وشلون سوينا هذه الأكلة الطيبة بالبداية لتحضير الخضار المشوي المشكل أي خضار موجود عندك بالبيت أنا هنا استخدمت شرائح من البصل حوالي بصلتين كبار شرائح طماطة فلفل ملون تقدرين ضيفين بروكلي أو ضيفين فلفل أخضر أو أي نوع من أنواع اللي موجودة عندك بالبيت نجيب التبسي أول شي اللي راح نشوي به نخلي هذه الخضار مع بعضها ونخلطهم هنا يرجع الاختيار لرغبتك أنا هنا خليت عليهم ملعقة طعام من الملح الخشن يفضل استخدام الملح الخشن حتى ميذوا من الخضروات ورشة من زيت الزيتون واستخدمت هنا مجموعة أعشاب مشكلة مجففة ممكن إذا ما عندك تستخدمين النعناع المجفف بودرة البصل بودرة الثوم سماق أي نوع من الأنواع اللي أنت ترغبين بيها وإذا ما عندك ممكن تكتفين بالفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون طلبتهم مع بعضهم ودخلتهم إلى الفرن على درجة حرارة 180 علقت عليهم العين التحتية خليتهم على الرفء الوسطي وننتقل الآن ونشوف حشوة الكباب شلون سوئناها لعمل الكباب عندي لحم عجل دهين حوالي 600 غرام عندي بصلة مقطعة ومبشورة أو بمحضرة الطعام وعندي هنا الخبز العراقي أنا مبسته وثرمته بحضرة الطعام ورح نأخذ من عنده حوالي ملعقتين اللي ما عنده ممكن نستخدم ملعقة بس من الطحين واللي عنده الكرام أو خلنا نقول فتاة الخبز أيضا ممكن يستخدمه بدل هذا بس الصم الخبز العراقي كله موجود عدنا فنقدر بسهولة نستخدمه وأيضا عندي معدنوس فلفل ورشة ملع بديت بالبداية خليت ملعقتين من الخبز العراقي اللي قلت لكم آني ثرمته واللي كان يابس ضفت تقريبا نصف باقة من المعدنوس وهنا البصل اللي عندي آني بعد ما فرمته عصرته حتى تخلص من كل مي زايد من عنده واستخدمته حتى ما يغير العجينة مالتي وتكون العجينة مالتي إلينا الملح حسب الرغبة وبديت أخلط بهم وشوي فلفل أسود وما حبيت أضيف أي إضافات أخرى لأنه مثل ما نعرف الكباب الشوي هو يعني طعم اللحم هو يكون بارز به فما نحب نغطيه بمطيبات أو منكهات أخرى هنا أنا عندي العجين بعد ما عجنته عندي شوي زيت نباتي وعندي نصف كوب من المي خليت عليهم ملعقة شاي من بيكربونات الصعدة لعمل الكباب هنا أنا عندي مثل المشبك اللي حابب يستخدمه واللي ما عنده ممكن يخليه بصينية اعتيادية أخدت المشبك هذا وراح ندهنه شوية بزيت أو إذا عدكم هذا الرشاش اللي هو همينة زيت ما تفرق يعني هنا أنا ممكن تستخدمي من الزيت العادي بإيدش وتمسحين على الشبكة هذه حتى بس نضمن إنه ما تلتسخ الكباباية بالشبك أثناء عملية الشوي واللي عنده هذا الدهن أو السائل الزيتي ممكن يستخدمه ما كو أي مشكلة فمثل ما رشوفون هنا أنا بديت غطيت الشبكة بالزيت واللي عندها السيخ الكباب اللي نسوي بيه ما كو مشكلة بس أنا عندي صراحة بس ما حبيت أستخدمه حبيت أرويكم فكرة ثانية للي ما عنده كل يتناعتنا أكيد اللي نقي بيها البيض هذي يعني الأدات ممكن نستخدمها ونشيش بيها الكباب اللي سويته بالبداية إنه غلفتها أو شوية غلفتها بالزيت النباتي ليش حتى ما تلتسق بيه عجينة الكباب بعد ما أشكلها وتكون بصعوبة تطلع من المالث البيض فبهذه الطريقة بديت أضغط أخذ العجينة مالتي وأضغط بيها مثل ما نسوي شيش الكباب الاعتيادي بهاي الطريقة وحبيت أسوي شيش يعني طولة مناسبة شوية لأنه تعرفون راح يقل حجمه أثناء العملية الخبز لأنه ومتكون من اللحة مبيلية فأكيد يعني راح يقل الحجم مالته بعد ما خلصت ورتبته بللت إيدي شوية بالمي والبيبي كرمورات الصودا الفائدة من هاي إنه تمنع تسوينا مثل الغلاف على الكباباية بحيث ما تتفلش أثناء عملية الشوية اللي حابب يستخدم ما أكو ببعض الأحيان يضيفون نصم العقد شاي صودا أو بيكربونات الصودا للعجين نفسها أنا حبيت بس أغلف بيها لاحظوا هنا الشوان طلعت بسهولة وماليزق عندي الحشو الكباب الشمشة فصار بهذا الشكل نسوي واحدة ثانية على السريع أيضا بهذه الطريقة ناخذ الحجم اللي إحنا نشوفه أيضا بين مرة ومرة أبلل أو زيت الأدات عندي ونسويها بهذه الطريقة ونخليها على الشبكة اللي عندي مثل ما قلت اللي ما عنده ممكن يستخدم أي تبسي اعتيادي موجود عنده بللته بيكربونات الصودا والمي وعلى هالمنوال كملت العجين اللي عندي وسويت الباقي بعدها بعد ما كملته ومرور حوالي نص ساعة طلعت الخضار المشوي اللي عندي طبعا هو بعدها لسه ما أكمل استوى مالته بس الفكرة إنه أنا ش هسوي هجيب هذا المشبك وراح أخلي فوق التبسي مالت الخضروات المشكلة وبهاي الحالة حطفي الفرن اللي تحت وأشعل الفرن من العين الفوقانية أو اللي نسميها الشوعية وشوفوا شلون هنا هنا الطريقة خليتها تقريبا بالرف فوق الوسطي بالدرجة وخليت هنا هذا التبسي اللي تحت خاف أي زيوت يعني تنزل من الكباب مالتي وخليتها بهاي الطريقة خمس دقائق تقريبا صار بهذا الشكل وبديت طلعته وقلبت على الوجه الثاني ودخلت مرة ثانية أيضا إلى الفرن أيضا على العين العلوية أو الشواية وانتظرت عليه خمس دقائق أخرى هاي بعد خمس دقائق هذا الوجه الثاني شوفوا شلون ما شاء الله استوى وشكله كلش يشاهي وممتاز ولاحظوا شون ما لزق أبدا بالمشبك اللي تحته بعدها هذا الشيء إضافة اللي اللي يحب خليت السماق رشيته عليه وخلصت طبختنا وصار جاهز للأكل طلعنا وقدبناه بهذه الطريقة وكان جدا جدا سهلة تسوايته وما أخذ من عندي وقت بس طعمه جدا صدقوني مميز وميقل جودة عن اللي ناخذه بالسوق طبعا مع فرق يعني طعم الفحم أكيد بس أيضا بعض الأحيان بعض الكباب المشوي نشتريه وهو مشوي على الغاز أيضا أتمنى أعجبكم الفيديو وأتمنى تستفادوا من عنده شكرا جزيلا لمتابعتكم وأشوفكم في فيديوهات أخرى